أطلقت وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث يعد البنك الأوروبي من أهم شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر وجاءت مصر على رأس قائمة البنك أكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020 خطوة جديدة نحو البناء والإعمار بتجديد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للعام الحالي والتي تستمر حتى عام 2027 والتي تتركز حول تحقيق الاقتصاد لمجتمع المرأة والشباب وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية نحن بنصيغ استراتيجيات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية المختلفين النهاردة بنطلق الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قربنا نخلص مع البنك الأفريقي للتنمية وأيضا مع الأمم المتحدة وهنبدأ مع البنك الدولي النهاردة كنا سعداء بأنه في حضور قوي جدا من الوزراء الزملاء الأعزاء لأن داني تيج جهد كبير للأطراف ذات الصلة وإحنا دائما عندما نتكلم عن الأطراف ذات الصلة بنقول الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني وشركاء التنمية العالميين أنا هنا مع فريقي هذا الأسبوع لمناقشة أولوياتنا ومقابلة عملائنا ومناقشة خطة أعمالنا داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة ووجودنا هنا لكي نساعد مصر في استضافة هذا الحدث الهام وهو كوب 27 والذي يعد نجاحه طموحا لنا جميعا وتحولا كبيرا أيضا الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الوزرات والبنك الأوروبية كان من أهمها توقيع اتفاقية مشروع متر الإسكندرية وذلك في إطار العلاقة القوية التي تجمع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي ساهمت في زيادة استثمارات البنك في مصر والتي وصلت خلال السنوات السابقة لـ 5.8 مليار يورو على مستوى القطاعات كافة من هذا المنطلق إحنا تحديثا لإستراتيجية الطاقة مع وزارة الكهرباء فإحنا اتفاقنا مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إنه هو هايمول هذه الدراسة المهم لأنه إحنا النهاردة دخلنا مزيد جديد لما كنا عاملين استراتيجية بتاعتنا ما كانش لسه من خمس سنين موضوع الهيدروجين فالنهاردة بيستلزم القمر نحن نمشي ونتواكب مع التطور ومع العلم الحديث بدأت نسف منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والعيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دور تحقيق التنمية بسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر لقد أضحى قطاع الطاقة على رأس أولويات الدولة وتم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في قدرات التهرباء كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيد الطاقة من المصادر المتجددة تعاون إنمائي كبير بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ منذ عشر سنوات وساهم في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر خاصة مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 مما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر محمود جميل التلفزيون المصري